موسيقى لا تخدموا أحدا منهما كيفاش هذا سياسة هذا بسيط ياسر ما تنجم تحدد سياسة خارجية إلا على أساس الواقعية إذا كان تنظر الواقع ما تمشيش مع من يدعي أن يلزم القوى الخارجية تقعد بعيدة عن السحر يعني هذا تدجيل الواقع أن عديد من القوى الخارجية عززت موقف أحد الطرفين وصل التعزيز ابتداء من سبتمبر الأخير إلى حد أن خليفة حفتر قيم بنفسه أنه الفارق في ميزان استراتيجي يعطيه القوى اللازمة لكي يقضي على الخصم ولذا يوم 12 ديسمبر صرح بأنه يطلق المعركة الحاسمة وبدأ في الشروع فيها وليت المصادمات الدموية والساخنة بدأت تتكاثر ما وصلناش إلى الحرب الجهنمية الحرب المهددة على حدودنا ولا تزال ما وصلناش فتدخل تركيا عدل ميزان القوى عدل الميزان استراتيجي ولما يعتدل الميزان استراتيجي فأن الفاعلين ما عادش مصلحتهم أنهم يشرعوا في حرب لأن يفكروا مارتين قبل الشروع في هذا بحيث لما تأجل موعد الحرب فأنك توفر المناخ إلى الحل التفاوضي وهذا المنطق اللي أنا آمن به واللي سياسة تونس اللي زكاها قيس سعيد معناها الحمدلله زكاها ومخداش معناها النقيذ معناها بالنسبة لها اعتقادي هي اللي بشتنجح على غيوم كنت صديقة اللي قولك المستجد هذا أنه على هامش افتتاح مشروع السيل التركي في اسطنبول برح ادعى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ونظير الروسي فلاديمير بوتين جميع الأطراف في ليبيا إلى وقف اطلاق النار اعتباراً من منتصف الليل الأحد أثناء الجانفي ما هي الرسالة يريد الرئيسين تمريرها بوتين وإردوغان اليوم زيارة إردوغان اللي كشفت عن نية الدولة التركية بالتدخل الجدي في الحرب الأهلية ولو كان تهديد فقط ما كانش يتنفذ ما كانش يكون عنده مصدقية لما بدأ إردوغان في تحقيق التهديد متاعه إذك شعلت النار الديبلوماسية في العواصم العالمية وقع اجتماع في القهرة بين المتدخلين جميعا معناها ووقع اجتماع بين إردوغان وبوتين وجميعهم يقنوا من ضرورة إيقاف الحرب وهذا فضله يعود إلى سياسة إردوغان اللي أيقضت معناها الدول الكبرى ما كانش كنا ماشيين للدبار الشامل معناها كنا ماشيين للدبار مع حلفاء خنيفة حفتر إلى حرب لا مناصة منها تزحفه على ترابلس والداء المزيتين لاثنين تدخل تركيا المكشوف لأنه ما هو متسطر أو خفي هو أولا يعدل الميزان استراتيجي وثانيا وثانيا أنه انتبهت إلى هذه الأخطار جميع العباص لكن سيدا أحمد فضلك بشيكون سؤالي الأخير البعض يظهر بزيادة كذلك لأنه مشروع إردوغان ليس بهذه النقاوة وأنه هو باب مفتوح لرجوع تدخل التركي هو باب مفتوح لرجوع مقاتلين من بؤر توتر وأنه هذا يدفع نحو مشروع الإسلام السياسي وأنه هذي يكون مع حدود 400 كم تقريبا عن حدود الجنوبية الشرقية يكون مدخل لرجوع قوات إرهابية شنو قراءتك لذلك؟ أنا تقلمت على مزايا الإرادة التركية في التدخل لتعديل ولإنقاذ الموقف دبلوماسيا وصيا لكن عندها عواقب سلبية العواقب السلبية أنت ذكرت البعض منها لكن التغلب عليها أيسر من الحرب الأهلية أولا ثانيا ما فماش هذا تهديد بالحرب الأهلية من غير ما تخلص الثمن نحن جيران الشعب الليبي جيران السياسة ما نحبوله كان الخير وما عندناش أطماع يستثيقنا وما يستثيقش الآخرين في العمق الشعب الليبي يستثيقنا وما يستثيقش الآخرين بحيث أحنا بش نخلصه ثمان مهما كان بالحرب ولا بلاش حرب وبدأنا نخلصه فيه أنت ما تنساش اللي زارون أكثر من مليون ونص لاجئ عام 2011 بعد تدخل حلف الناتو في ليبيا للقضاء على نظام موسد حمد خطر الوقت دهمنا تفضل الثمن الثمن بش يكون عالي وبش يكون فوق طاقاتنا لكن ما ناشو حد ما لاجئين لاجئين أختار الإرهاب لكن أنا عندي ثقة عالية في الأمن التونسي في الحدود بش يعرف في غرب بش يكون عنده الحق بش يدخل ويجب معنى حدودنا مفتوحة للشعب الليبي الأخوي لكن مغلوقة على الإرهابيين سيد أحمد ثلاثين ثانية إذا كان الشعب الليبي يستفيقنا أين نحن من إعادة الأعمار مثلا إذا كان موقفنا سليم يقول القايل ستنا هذا فوق قدراتنا ما نجم نحور الأوضاع في الساحة الليبية إلا ما نعقد ندوى مغاربية ونوحدوا كلمة المغرب وبعد ذلك نعقد ندوى خمسة زيت خمسة مع الدول الأوروبية المطلة على الحوض الغربي للمتوسط إذا نقدر جميعا بش نحور الأخطار اللي تحدق بالساحة الليبية ونقوي قدرات تونس شكرا لك أحمد ونيس الدبلوماسي وزير خارجية الأسبق بركله وفيك على هذا اللقاء حتى كان سريع سيد أحمد ونتمانيوان ويتجدد إن شاء الله في أقرب الأوقات وشكرا على تحليلك